من هدف عسكري إلى ساحة أخرى للمراوغة والمماطلة وإهدار الوقت هكذا أصبحت معركة الحديدة التي توقفت إلى أجل غير مسمى كانت استراتيجية المبعوث الأممي إيجاد حلول مجزأة رغبة في الوصول إلى حل كامل للقضية اليمنية وكانت ميليشيا الحوثي تبحث عن معركة جانبية تكسب فيها مزيدا من الوقت وتهرب فيها من الدخول في مواجهة شاملة حتما ستخسرها توقفت المعركة على أبواب المدينة ودخلت الحديدة في حالة من اللاحرب واللاسلم بإشراف أممي وانتقل الحوار من تسليم المدينة وموانئها الثلاثة وفقا لتفاهمات استوكهولم إلى تفاصيل صغيرة وجانبية دوما ما كانت تفتعلها الميليشيا هكذا مر الوقت وانهارت الهدنة المقترحة التي لم تدخل حيز التنفيذ إلا في تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة ومع مرور الوقت بان عقم الشرعية وإفلات زمام الأمور من يدها لصالح تحالف السعودية والإمارات التي تفاوضان وتقايضان بالملف اليمني لحساب مصالح خاصة بأمراء الدولتين الخليجيتين وفي الواجهة تظهر الشرعية وهي تنفذ ما يصلها من قادة التحالف فمرة تشكو المبعوث الأممية وتنتقد أداؤه وأخرى تطلب من الفريق الحكومي المشرف على تنفيذ اتفاق سويد التعاون والتجاوبة مع مساعي المبعوث وبعثة المراقبين في الحديدة وبعد هذا كله يخرج رئيس الفريق الحكومي اللواء الصغير عزيز بتصريح معناه الحرفي أن بعثة الأمم المتحدة لا تمتلك الإمكانات والقدرة على مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة ولا يستبعد أن يخرج اللواء ذاته ليمتدح أداء بعثة المراقبين إذا ما شاءت السعودية والإمارات ذلك